السلام عليكم شباب وحياكم الله معكم علاوي وفيديو خفيف لكن جدا مهم أشرح به الخطوات اللي لازم تسويها حتى تفعل عندك خاصية اللعبة ب120 هرتز لاعك واشتراك ويلا نبدأ من شروط اللعبة ب120 هرتز أولا أن تكون الشاشة عندك متوافقة مع الكونسل بتشغيلها لميزة الم120 هرتز وهنا ما يهم سواء كانت دقتها 1080p أو 2K أو 4K المهم أن تكون متوافقة مع الكونسل لهذا السبب دائما نصحكم بعدم شراء الشاشة بشكل عشوائي وإذا أنت محتار ومتع في تختار فشوف هذا الفيديو أو ادخل على القناة ورح تلقى هواي مقاطع متكلم عنها عن الشاشات المتوافقة مع الكونسل بمختلف الأنواع وبمختلف الأسعار أوكي النقطة الأولى عرفنا أنها لازم تكون متوافقة فالنقطة الثانية اللي لازم تعرفها هي أنه مو كل ألعاب الكونسل تعمل ب120 هرتز ولا صح هو أنه عدد قليل فقط يعمل ب120 هرتز مثل مواضح بهاي بقية الألعاب تعمل ب60 أو ب30 فريم مع تقنية تتبع الأشعة وسبق ووضحت هذا الشي بهذا الفيديو وهسا حتى تدفع الميزة اللعب ب120 هرتز روح لعدادات البلاي سيشن 5 وبعدها ادخل على قائمة الشاشة والفيديو وبعدها اروح لهذا الاعداد واعمل اختبار لدقة الـ 1440p وهنا يا شباب راح يتم اختبار الشاشة مرة بنمط الـ SDR ومرة بنمط الـ HDR ب60 و120 هرتز وهنا تحت مذكور جملة مفادها انه اذا الشاشة ما تدعم دقة الـ 1440p فرح تنطفي الشاشة وتبقى الشاشة فارغة لمدة 15 ثانية وبعدها راح تظهر لك جملة جهاز الـ HDMI المتصل لا يدعم اخراج دقة الـ 1440p فانت هنا لازم تتأكد انك مستخدم سلك الـ HDMI اللي يجي مع البلاي سيش 5 فيب استخدمه سواء كانت شاشتك 1080p او 2K او 4K وايضا لازم توقف اعداد الـ FreeSync او G-Sync من شاشة المونيتر نفسها واذا عندك تلفزيون 4K ضروري تربط سلك الـ HDMI مع المنفذ الصحيح اللي يدعم الـ 120 هرتز ملاحظة بعض التلفزيونات الـ 4K ما تدعم الـ 120 هرتز على دقة الـ 1440p فيعني لا ترتبك اذا ما تفعل عندك هذا الخيار لانك راح تقدر تلعب على دقة الـ 4K بـ 120 هرتز اللي هي افضل واذا اذا كانت شاشتك بدقة 1080p فما راح تقدر تختبر اخراج الـ 1440p فلا ترتبك ولا تقلق ويلا يا شباب خلينا فعل اختبار الـ 1440p هنا الشاشة راح تنطفي وتظهر لك الجملة مفادها اذا كنت تشوف الصورة فاضغط على نعم هذا الامر راح يتكرر اكثر من مرة طبعا في حال الشاشة كانت متوافقة مع الكونسل وبعدها راح تظهر لك النتيجة ومثل ما تشوف هنا الشاشة اللي استخدمها واللي سبق وسويت لها فيديو مراجعة قبل ما سوني يعني اضيف ميزة الـ 1440p تدعم الـ 120 هرتز مع نمط الـ SDR والـ HDR مع دقة الـ 1440p يعني حالها حال الشاشة الثانية اللي ايضا سويت لها مقطع مراجعة الرابط راح تلقاب صندوق الوصف وطبعا اذا ما ظهرت لك الـ 120 هرتز فللأسف قد تكون شاشتك ما تدعم اللعبة الـ 120 هرتز لذا اكتب لي اسمها حتى تشيكها واذا ما رديت عليك فتعال على البث المباشر وسألني ان شاء الله اساعدك وسأتمنى تكرمني باشتراكك بالقناة ويلا ننتقل للخطوة اللي بعدها المهمة الخطوة الثاثة يا شباب هو اختبار مباشر عن طريق تشغيل اللعبة تدعم اللعبة 120 هرتز مثل كود او مثل فورتنايت خطوة جدة مهمة بعد ما اشتغلت اللعبة روح ودخل على اعدادات اللعبة نفسها وفعل الـ 120 هرتز هاي الحركة البعض ينساها ويظل يلعب على الـ 60 هرتز للأسف فيب حاليا تقدر تتأكد ان الشاشة يغالة عندك بـ 120 هرتز يعني من اللعبة نفسها مثل ما واضح هنا بداخل الـ evaluarule 1sta رهز وشغال والأمور هو و twin ولا أحلى وطبعاً تقدر تتأكد من اعدادات الشاشة نفسها مثل ما واضح هنا الشاشة شغالة 120 هرتز على دقة 1440p وأيضاً تقدر تتأكد من الخيار الجديد معلومات للجهاز HDMI المتصل فحالياً الشاشة اللي عندي تدعم دقة 1080p وال2K ب120 هرتز وأيضاً تستقبل إشارة 4K ب60 هرتز يعني تشغلها على دقة الشاشة الأصلية تسوي لها down skill أتمنى أنك استفدت من هذا الفيديو وأتمنى أنك تكتب لي اسم شاشتك اللي تستخدمها وهل تشغل 120 هرتز أو لا حتى يستفاد الجميع والأي متابع أخذ شاشة عن طريقي ياريت لو تكتب اسمها وتكتب لي مراجعة عنها واذكر لي هل عجبتك أو لا بالأخير أنصحك تشوف هذا الفيديو أو هذا الثاني كان معكم على اللاوي تحياتي لكم ومع السلامة